المستمعون الكرام والمشاهدون الأعزاء أحييكم من إذاعة وتلفزيون الرئيسات المستقلتين أرحب بكم في هذه الفترة وأقدم لحضراتكم نشرة الأخبار هذه علاوينها خروج قوات إريترية من إقليم تيجراي الإثيوبي مراجعات مالية لحكومة أفورقي تظهر في تنظيم جولات مكثفة لتغطية الفساد المالي والإداري والشرطة الحكومية الفدرالية تماشر مهامها بإقليم تيجراي الإثيوبي أيها المستمعون الكرام والمشاهدون الأعزاء كانت تلكم عنوين النشرة وإليكم تفاصيلها من الرئيسات المستقلة أعلنت عدد من المراصد الإعلامية أن قوات إريترية بدأت انسحابها من المدن الكبرى في إقليم تيجراي الإثيوبي جاءت التأكيدات من إداعة البي بي سي قسمة تيجرينيا وعصوت أمريكا وقالت تلك المراصد أنها شاهدت قوات من الجيش الإريتري وهي تقرج من إقليم تيجراي على سيارات عسكرية كبيرة وقد أكد عدد من سكان مدينة شيري أن قوات إريترية بالفعل بدأت خروجها من المدينة فعليا بعد أن ظلت متواجدة هناك لأشهر عدة كما ظهر سيارات عسكرية كبرى تحمل عددا من الجنود الإريتريين قادمين من أكسوم وشيرارو إلى ذلك أكد سكان عدد من المدن الإيثيوبية بإقليم تيجراي أن قوات إريترية ظلت متواجدة في عدد من المناطق متحركة من مكان لآخر داخل وخارج المدن الكبرى للإقليم المذكو في ذات الوقت أكد السكان عدد من المدن أنهم لا يستطيعون تأكيد خروج قوات من الجيش الإريتري نهائيا من المناطق التي ظلوا يتواجدون بها لفترة طويلة علما أن هذا الخروج للقوات الإريترية يأتي على خلفية محادثات السلامة الجارية بين حكومة تقليم تيجراي الإيثيوبية والحكومة الفيدرالية الإيثيوبية أنباؤن هذه سيدات سادتي تأتيكم من إرسات الفضائية المستقلة تواصل مجموعة هكدف الإجرامية مسرحيتها الإلهائية على مشهد من الشعب الإيرتري الذي استهجن كل أساليبها الطليلية وأكدت مصادر لإرسات أن مجموعة هكدف تنشط هذه الأيام في أوساط الشعب الإيرتري في الداخل ذلك في تنظيم اجتماعات وورش عمل تحاول من خلالها إثبات كما لو أنها تدير الموارد المالية لإيرتريا بكفاءة ونزاهة وشفافية وتحارب كل أساليب الفساد والعمل الإداري علماً أن محاولات المراجع العام لمجموعة هكدف لم يستطع أبداً تأكيد أي نسبة من موازنة الدولة ومنصرفاتها وميزانياتها المالية وكذلك الإعلان عن نسبة مستوى الدخل أو خلافة ليس على نطاق هذا العام فحسب وإنما على مدى سنوات حكم السود لإيرتريا وأشارت المصادر المراقبة لإيريسات أن مجموعة هكدف تهدف من خلال تلك الاجتماعات المكثفة التغطية على إخفاقاتها وفسادها المالي من جهة ومن جهة أخرى البحث عن كبش فداء لعناصر من كوادر النظام سواء في الإدارات المالية والمسؤوليات الأخرى جراء فساد النظام برمته ويكفي الإشارة إلى الأساليب غير الإدارية التي تمارسها مجموعة هكدف خلال تقديم تقاريرها المالية خاصة في المؤسسات التي تعمل بإقليم القاش بركة كل عام على وجه التحديد سيما وأن الأقليم يعرف بموارده المالية والتجارية وأنه أصبح مرتعا لكل العناصر الفاسدة التي تعمل باسم النظام ويستخدمها النظام ذاته لتوسيع نطاق فساده المالي والإداري وتحميل أشخاص يختارهم بعناية كل إخفاقاته المتعددة سيما في المجال المالي هذا هو معلوم أن مجموعة هكدف تستنزف موارد الأقاليم بأساليب إدارية غاية في الفساد والتخطيط اللا إداري طوال فترة حكمه لإريتريا بالنبأ إلى خير لهذه النشرة من إذاعة وتلفزيون إرسات باشرت الشرطة الفدرالية الإيثيوبية مهامها بإقليم تقرير الإيثيوبي الذي ظل في خلاف ومواجهات عسكرية بينه وبين حكومته الحكومة الإيثيوبية الفدرالية في أدي ساببا أدت إلى نشوب مواجهات ومعارك الطاحنة راح ضحيتها أعداد هائلة من الطرفين خاصة من إقليم تقرير الإيثيوبي وتقوم الشرطة الفدرالية حاليا بحسب كالات أنباء إيثيوبية بمهام بسط الأمن والسلام والقيام بقدمات اجتماعية للسكان الذين انتشروا جراء للطرابات التي شهدها الإقليم لعدة أشهر شهدوا وهم ينتشرون في أقاليم ومدن مختلفة وتتواجد حاليا قوات الشرطة الفدرالية في عاصمة الإقليم أي إقليم تقرير مقلة عقب توقيع اتفاقية سلام بينها وبين حكومة أدي ساببا بالأضافة إلى ذلك أنها ستتسلم مهام الحماية للمؤسسات الحكومية بإقليم تقرير من قوات حكومة تقرير السابقة وتشمل تلك المؤسسات البنوك والمطارات وهيئة الكهرباء والخدمات الصحية بناء على تعليمات ولوايح عن الحكومة الفدرالية فقط لا غير هذا هو ستقوم لجنة مشتركة تم إنشاؤها عقب توقيع اتفاقية سلام في بريتوريا بين حكومة تقليم تقرير والحكومة الفدرالية اليثوبية في الفترة الماضية أعقبه لقاء مشترك في نيروبي ثم بدء مشاورات مشتركة في عاصمة الإقليم أي تقرير الإيثيوبي مقلئ ذلك تحت رعاية وإشراف الاتحاد الإفريقي يذكر أن الاتفاق الأخير تضمن تفكيك قوات الحكومة الإقليمية في تقرير ويعادة ترتيبها في أطار القوات الفدرالية اليثوبية وقد بدأت خطوات عملية في هذا الصدب الذي تترقبه الأوساط المراقبة أيها المستمعون والمشاهدون الكرام من الرئيسات الإداة والتلفزيون قدمت لكم نشرة الأخبار كان معكم أحمد شريف تحياتي وتحيات الزميل إدريس سليمان خليفة أبو هاشم من غرفة الأخبار والزميل أعود تسفيه النسكداني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة